حالة من الترقب سادة الشارع الأردنية بعد انتشار أخبار تتحدث عن زيادة مهولة على أسعار الهواتف الخلوية بسبب ارتفاع أجور الشحن عالمياً بنسبة قد تصل إلى 150% كبيع نفس الأسعار القديمة نفسها هي الجديدة يعني ما أثر علينا ولا زدنا على المستهلك نعم فيه ارتفاع على الهواتف بالخصوص كلها نسب عالي يعني ارتفع تقريباً كل جهاز عشر دنانير فيه ارتفاع فيه نسبة طفيفة صارت عليه من 10 إلى 15 ليرا من خلال الوكيل يعني ارتفعت أسعار الأجهزة سبب الارتفاع أجور الشحن من بر المملكة للمملكة أغلب أجهزة الهواتف الخلوية تشحن عن طريق الجو للبحر الذي ارتفعت أجور الشحن عبره إلى نسبة وصلت لـ 400% الارتفاع الطفيف على أسعار الأجهزة الخلوية في الأردن كان له أسباب عديدة حافظت على عدم تكبد المشتري فرق أجور الشحن فيه احنا بعض الوكالات تحملت في مصدرها بالشركات الأم تحملت كل شحن الإضافي اللي صار بالعالم وطلعت الأجهزة صدراتها بنفس الأسعار الموجودة الحالية فالسوق المحلي ما تأثر بارتفاع هذه الأجهزة وفي بعض الوكالات ارتفعت تحملت الجزء وحملت الشركات الأخرى للجزء فارتفعت من 5% إلى 10% بعض الوكالات وإزالة الخلوية وفي بعض الوكالات المستوردين نزلوا من هام الشربح لما كانوا يحطوا مثلاً 8% على الأجهزة نزلوا مرابحهم إلى 3% ففرقت معهم من 5% عملوها نزلوها بالسعر عشان السوق المحلي ما يتأثر فرح تلاقي بالأسواق وعندك عدة وكالات لبعض الأجهزة الخلوية وكالات ارتفعت من 15% وبعض الأجهزة والماركات ما ارتفعت نهائياً بهذه الفترة الحالية قطاع الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات يمثل ما يفوق على 3000 شركة مسجلة في الأردن استطاعت لغاية الآن تزويد المشتر الأردني بأجهزة خلوية بأسعار معقولة إلا أن المخاوف من انتكاسات في الوضع الوبائي عالمياً قد تزيد أجور الشحن وهو ما يشكل هاجساً يطارد التجار والمشترين في مختلف أنحاء العالم إشراق القرالة رؤية